تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 151 قضية تامونية بمضبطات أكثر من 291 طن مواد غدائية وغير غدائية وذلك خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 58 طن سلع غدائية وغير غدائية مختلفة في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط أكثر من 81 طن في مجال البيع بأسزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية بالإضافة إلى ضبط أكثر من 76 طن سلع غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما ضبطت الوزارة أكثر من 65 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء وفيما يتعلق بالخبز تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 366 قضية من بينها 50 قضية لخبز ناقص الوزن و67 قضية خبز غير مطابق للمواصفات بمضبطات بلغت أكثر من 76 طن دقيق في مجال قضايا المخابز ترجمة نانسي قنقر